دكتور عدنان إبراهيم هل هو يجنح إلى التشكيك للوصول إلى المسلمات يعني على طريقة ديكارت مثلاً في الفلسفة؟ والله هذا إلى حد يعني ما صحيح الآن ليس شوك غزالي بحرطك على الشك بس أنا حرط على الشك داماً بصلاحة أنا عندي خطبة أقولك فيها إيه؟ ما تطلعش مخدوة يعني حتى الإيمان تبعك بالدين نفسي لو أطلع مخدوة أخي يطلع الدين هذا مش صح وهذا الصح هيك الإنسان مستقل أنا بقولك لابد أن يكون عندك مرونة فيكسبرت أنك تناقش دينك عقائدك وجود الله صدق النبي القرآن كل شيء وجود الله صدق النبي القرآن كل شيء وجود الله صدق النبي القرآن كل شيء كل شيء كل شيء ظهرت معي محمد الداهوم يقول تريد ما عنوان رسالتك الدكتورة وفي أي جامعة ستتفاجأ أنه ليس دكتور إيه بس كين هذا كذاب هذا هذا كذاب طبعاً لأنه هذا الإنسان حاقب هذا رجل كذاب شوف يكذل أمام الناس ولا يخجل وحاقد وحقو أنت رد عليك رد بدون هذه اللبارات بدون كذاب بدون سخيف ماذا قال هو طيب لا 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 أحتمل هذا الإنسان بالذات هذا الإنسان هذا النكر هذا لا أحتمله حينها قال رسالتي إن شاء الله بعد أشهر مطبوعة وشوف التقدير عليها إن شاء الله حقو سعيداً جداً تجاوبني أنا خليني أنا اللي سأل يعني إيش وين المجلسين وين الدكتوراه يعني بهذا البساطة حتى يعني تهدأ وتخبرني بهذا الموضوع إيه لأنه هذه حقارة فكرية أخي الكريمة لا يجوز تشكيك في كل شيء لا يجوز تشكيك في كل شيء لا يجوز تشكيك في كل شيء بس أنا أحرط على الشاك داماً بصراحة يعني حتى الإيمان تبعك بالدين نفسه لا أطلع مخدوم يا أخي لا أطلع الدين هذا مش صح لابد أن يكون عندك مرونة في الكسبلتينك تناقش دينك عقائدك وجود الله صدق النبي القرآن كل شيء لا يجوز تشكيك في كل شيء بس أنا أحرط على الشاك داماً بصراحة كل شيء وجود الله صدق النبي القرآن كل شيء لا يجوز تشكيك في كل شيء